موسيقى نفرنا من راتن رفتش اسفوخين بسوقو انت ارسنوي اهلا احبائي الدارسين في معهد ارسنوي بمشيئة ربنا هنكمل النهاردة محاضرتنا في اللغة الابطية دي المحاضرة الرابعة وزي ما اتفقنا ان لازم تكون ذاكرت كل المحاضرات اللي فاتت لان كل محاضرة هي مترتبة على كل اللي سبقها فضروري جدا انك تكون ذاكرت كل اللي فات وحليت الاسئلة اللي عليه اللي بتكون موجودة دايماً في لنك أسفل الفيديو يلا نبدأ وسو في ترتيبه كحرف هو سادس حرف من حروف اللغة الإبطية وإحنا في اللغة الإبطية مش بنستعمل حرف سوء خالص كحرف لكن ما بنستعملوش فقط غير كرقم ستة فقط ولما يبقى رقم نحط شرطة من فوق فمثلاً حرف ألفا ده أول حرف في اللغة الإبطية لما نحطه في إي شرطة يبقى رقم واحد أو واي حرف فيتا ده تاني حرف في اللغة الإبطية لما نحطه في إي شرطة يبقى رقم اتنين إسناف وهكذا الغامة تايلة حرف نحطه فوقي شرطة يبقى شمد وسو ده سادس حرف لما نحطه فوقي شرطة يبقى رقم ستة وهيبقى اسمه في الحالة ديت سو أو هو كحرف اسمه سو وكرقم اسمه سو أو ده كده كرقم للمذكر لكن لما نستخدمه كرقم للمؤنس يعني ستة بس للمؤنس هيبقى سو يبقى أنا لما كتبه كده فوقي شرطة هيبقى سو أو يبقى لما كتبه بالشكل ده وفوقي شرطة هستخدمه كده كرقم ويبقى اسمه سو أو طب أنا عندي دلوقتي ستة أقلام وألم يعني كاش يبقى لما حب أقول ستة أقلام هقولها إزاي هقول سو أو إن كاش سو أو إن كاش يعني ستة أقلام حطيت في النص إن أداة بتربط العدد بالمعدود سو أو إن كاش سو أو إن كاش ستة أقلام طب سو أو إن جوم نفس الفكرة ستة كتب سو أو إن جوم بايشول هبفران ثيتا بايشول هبفران ثيتا تنسخاي ثيتا إمبايريدي خن بنشتي أو خن بكوجي ثيتا ثيتا سو أوش ته إزا جاء قبله سيمة أو شاي وسو أوش ثه فيما عدا ذلك يعني لو ما جاش قبله سيمة أو شاي في الحالة ديت هينطق ثي طب نحاول نقرأ مع بعض ما رو نقوش يلا نقرأ إست إست هنا ثيتا اتنطقته عشان جاه قبله سيمة إشت إشت اتنطقته عشان جاه قبله شاي ثي ثي آث آث ثو 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 إست إشت ثي آث ثو ثو إستوي 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 يعني رائحة ونطقت الثيتا ته عشان جاه قبله سيمة إشتين 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 يعني قميص ونطقت الثيتا ته عشان جاه قبلها شاي ثاوس 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 يعني الله ثاوتوكوس ثاوتوكوس طبعا عرفينها يعني والدة الإله بارثينوس 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 يعني عزراء بايشوله بفران كي بايشوله بفران كي تنس خاي كي إمبايريتي خنب نشتي أو خنب كوجي كي والكي ليه ثلاث أشكال من النطق يقرأ كاف ويقرأ شين ويقرأ خا لو حرف الكي جاه في كلمة إبطية هيقرأ كاف يعني إيه؟ مش كل الكلمات اللي احنا بناخدها كلمات إبطية؟ لأ في كلمات أصلها كلمات إبطية وكلمات مستعارة من اللغة اليونانية فلو حرف الكي جاه في كلمة إبطية يعني من أصل إبطي هيقرأ دائما كاف ولو كانت الكلمة اللي فيها حرف الكي كلمة مستعارة من اللغة اليونانية هيقرأ شين أو خ طيب كل المقاطع دي تعتبر أنها مقاطع في كلمات إبطية يبقى هقرأ زي نطقت حرف الكي في كله كاف لأن المقاطع إبطية زي الكلمتين الجايين دول يعني ظلمة وكلمتين أصلهم إبطي فأنا نطقت فيهم حرف الكي كاف علشان أصلهم إبطي لكن لو حرف الكي جاه في كلمة يونانية وجاه بعد حرفه متحرك مائل للكسر في الحالة ديت حرف الكي هيقرأ شين وفيما عدا ذلك حرف الكي لو جاه في كلمة يونانية هيقرأ خ طيب هاعتبر المقاطع اللي تحت كلها مقاطع يونانية يبقى هقرأها زي أول مقطع هيبقى خ خ طب ماهو جاه بعده حرفه متحرك بس مش مائل للكسر يبقى خ طب اللي بعده شي شي حرف مائل للكسر شي 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 خو 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 يبقى خا شي 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 خو خو الكلمات اللي ظهرت قدامي دلوقتي كلها كلمات مستعارة من اللغة اليونانية يبقى اول كلمة هتقرأ شيري تمام شيري شيري يعني سلام بسيشي 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 يعني نفس خريستوس 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 يعني مسيح خورة 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 يعني كورة كورة بمعنى بلد زي مثلا نقول يعني كورة مصر اقصد مصر كلها بايشول هبفران دلتا تنسخاي دلتا انبيريتي خن بنشتي او خن بيكوجي دلتا والدلتا ليه شكلين من النطقة لو الدلتا جه في اسم من اسماء الاعلام في الحالة ديت هيقرأ دال بس في بعض الاستثناء التل بسيطة جدا مش موضوعنا النهاردة لكن حرف الدلتا في اسماء الاعلام دائما هيقرأ دال زي لما قول دينا دافيد دانييل لاحظ ان الدلتا في كل الاسماء اتنطقت دال ولو حرف الدلتا مجاش في اسم عالم الحالة ديتها يقرأ ذال ذال يبقى ذو 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 ذا ذا إذ ذا ذا إذ إذ ذو ذو ذا إذ ذا إذ ذا خن بيكوش خن بيكوش غنة ليه تلات اشكال من النقطة يقرأ كيم ويقرأ نون ويقرأ غين ودايما الكلمة اللي حرف الغنة بيجي فيها تكون اصلا كلمة مش ابطية بتكون مستعارة من اللغة اليونانية حرف الغنة لو جه بعد وحرفه متحرك مائل للكسر في الحالة داية هيكرأ جيم ولو حرف الغمة جه بعده حرف حلقي والحروف الحلقية هي أربع حروف غمة برضو منهم كبا كي كسي لو حرف الغمة جه بعده حرف من الحروف الحلقية في الحالة داية هيكرأ نون ومع دا ذلك هيكرأ غين يبقى أول حاجة بفكر فيها فحرف الغمة هو إيه اللي هيجي بعده لو حرف متحرك ما إلا الكسر هقرأه جيم ولو جه بعده حرف حلقي هاقرأو نون. لو ما جاش بعدو حرف من المجموعتين دولة في الحالة زيات هاقرأو غين. ودايما هكون عارف ان اي كلمة بيجي فيها حرف الغمة هي كلمة مش اصلها ابتي. هي مستعارة من اللغة اليونانية. ما رنقوش بنقريه. غا. غا. جي. 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 ايج. ايج. جي. جي. غو. 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 اجيوس. اجيوس نطقته جيم عشان جيه بعدو اليوتا حرف متحرك مائل الكسر. واجيوس يعني قديس. اغورة. 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 نطقته غين علشان ما جاش بعدو. ولا حرف متحرك مائل الكسر ولا حرفه حلقي. اغورة. يعني سوق. ان جي لوس. ان جيلوس. طبعا عارفين ان جيلوس معناها ملاك. وفي كلمة ان جيلوس هنلاقي ان حرف الغمة الاولاني اتنطق غين علشان جيه بعدو حرف غمة. وحرف الغمة من الحروف الحلقية. وحرف الغمة التاني اتنطق جيم علشان جيه بعدو حرف اي وحرف الاي من الحروف المتحركة المائلة للكسر. وبالتالي هتكون الكلمة كالتالي. ان جي لوس. ان جيلوس يعني ملاك. كلمة اللي بعدها سفينكس. 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 نطقته حرف الغمة هنا نون عشان جيه بعدو حرفك سي من الحروف الحلقية. سفينكس يعني ابو الهول. سفينكس. وده كان اخر حرف بقى لنا في حروف اللغة الابطية. وبالتالي نكون خلصنا كل حروف اللغة الابطية بالكامل. وبالتالي ما يكونش عندك اي حجة انك مش بتعرف تقرأ ابتي. ما فيش دلوقتي اي كلمة بالابطي انت مش هتعرف تقراها. فشيء مهم جدا انك ما تحاولش بعد كده تقرأ من الابتي اللي بيسموه ابتي معرب. لكن هو مش ابتي معرب. هو ابتي مخرب. مخرب لانه بيشوه اللغة الابطية. فمن النهاردة ما تحاولش تقرأ غير بالابطي. هتظهر قدامك دلوقتي شوية اسماء. من فضلك وقف الفيديو. وحاول تقرأ كل اسم لوحدك. وبعد كده انا هقراه مرة وصحح لنفسك اي اخطاء ظهرت اصادك. هان ران تهوفانيا تهوفانيا تهودورا تهودورا ثابت ثابت دوميتيس دوميتيس غابريل 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 شيروبيم شيروبيم ميخايل ميخايل غيرل سدرق ميساق عبدناغو عبدناغو اينوخ اينوخ ميلشي سيدك ميلشي سيدك جيورجي جيورجي موسيقى 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 دلوقتي يا احبائي يلا نحفظ مجموعة كلمات جديدة باللغة الاطية ثيوتوكوس ثيوتوكوس وصاجي نسهمي وثيوتوكوس معناها والدة الاله ثيوتوكوس أغابي 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 وصاجي نسهمي ومعناها بحبة أغابي اشتين اشتين وصاجي انهؤوت ومعناها قميس اشتين قميس أنجيلوس أنجيلوس وصاجي انهؤوت ومعناها ملاك أنجيلوس ملاك ذوكسولوجيا زوكسولوجيا زوكسولوجيا وصاجي انسهمي ومعناها تامجيط أستوي 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 وصاجي انهؤوت ومعناها رائحة أستوي رائحة أستوي رائحة ملاك ذياكن 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 ومعناها شماس ولاحظ ان انا قلت ذياكن مش ذياكن قلتها ذياكن لان ده مش اسم شخص لو اسم علم كنت هنطقها ذياكن لكن هنطقها ذياكن خورس 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 يعني صف كيمي 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 يعني مصر تمام كيمي مصر إرس 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 اساجين اسهمي وإرس معناها كوس قزح إرس كوس قزح أغيه 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 أصاجي نسهمي وأغيه معناها قديسة أغيه قديسة أغيه 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 حقود و أغيه معناها قدوس حقود أغيه كدوث حقود وبسيشي يعني نفس ونطقت حرف الكي في كلمة بسيشي شين لأن الكلمة دي كلمة مستعارة من اللغة اليونانية وجي بعدها حرف متحرك مائل لكسر دلوقتي هيظهر قدامك ثلاث كلمات الثلاث كلمات دي متشابهة في النطقة متشابهة لكن مختلفة من خلال تعلمك للغة الإبطية حاول تفرق ما بين الثلاث كلمات الكلمة الأولى هتقرأ شاري شاري وشاري معناها سلام والكلمة الثانية هتقرأ شاري 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 معناها ابن والكلمة الثالثة شيري 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 يعني ابن شاري يعني سلام زي لما بنقول شاري نا ماريا السلام ولك يا ماريا وخلي بالك احنا بنقول شاري مش شيري شاري ناماري والكلمة التانية شاري 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 يعني ابنة زي لما بنقول اتشاري نيو وقيم يعني ابنة يو وقيم والكلمة التالتة شيري زي لما بنقول خنفران ام فيوت نمبشيري باسم القاب والاب بس لاحظ حاجة لو انا قلتلك دلوقتي اكتب الكلمات دي بالابط المخرب اللي هما بيسموه الابط المعرب هتكتبهم ازاي؟ مش هتعرف تكتبهم غير كده الاولى هتبقى كده والتانية هتبقى كده والتالتة هتبقى كده طب لو انت هتقرأ ابط مخرب هتقرؤه ازاي؟ مش هتعرف تفرق بينهم لازم نقرأ اللغة الابطية بحروف اللغة الابطية دلوقتي احبا ايها نكمل قواعد اللغة الابطية من فقوت الناتشي اسفن من القريو النهاردة هندرس مع بعض ني انكاين تي بجنتي سؤون اتسمنت اسفاتي اسهي من قوي ادوات التعريف الخاصة للمؤنس المفرد احنا اتفقنا قبل كده ان اداة التعريف العامة للمفرد المؤنس هي تي زي لما اقول تيفا تيفا يعني السماء وزي لما اقول تي شاري تي شاري يعني الابنة دي اداة التعريف العامة وقلنا ان دورها بتعرف الكلمة بصفة عامة والاداة الخاصة للمفرد المؤنس هي ات ودي بتعرف اي كلمة مفرد مؤنس بصفة خاصة زي لما اقول اتفا يعني السماء معرفها بس باداة خاصة وزي لما أقول إتشيري يعني الإبنة بس معرفة بأداية خاصة وزي لما أقول إتساركس يعني الجسد بس برضو معرفة بأداية خاصة أداة التعريف الخاصة هي إت بس مش مع كل الكلمات لو لقينا كلمة بتبدأ بحرف من الحروف الرنانة اللي هي في المنور الإت هتتحول تبقى إث هتتحول تبقى إث ولاحظ سواء ت أو إت أو إث بعدهم شرطة يعني بيجوا دايما متصلين بالكلمة يبقى إذن لو الكلمة هعرفها بصفة عامة أحط قبلها ت هعرفها بصفة خاصة هحط قبلها إت هعرفها بصفة خاصة وبدأت بصوت من الأصوات الرنانة الإت مش هتبقى إت لكن هتبقى إث زي الكلام ده إث موف إث موف إث موف يعني الأم بس بأداية خاصة والإت تحولت لإث علشان موف بتبدأ بحرف المي إلا هو من الأصوات الرنانة إثنيب 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 يعني السيدة وعرفتها بإث لأن إني من ضمن الأصوات الرنانة إذفوكي 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 يعني العبدة عرفتها بإث لأن الفي من ضمن الأصوات الرنانة يبقى الأداية العما هيتي الأداية الخاصة هي إت مع الكلمات اللي بتبدأ بأصوات رنانة الإت تتحول لإث بس خلي بالك في ملاحظة مهمة إن الإت آه بتتحول لإث مع الأصوات الرنانة لكن أحياناً اليوطا والأو إبسلون ممكن نعتبرهم صوت رنان وممكن ما نعتبرهمش صوت رنان الكلام ده شرحنا باستفادة جداً في المحاضرة اللي فاتت فلو اليوطا والأو إبسلون جه بعدهم حرف متحرك هنعتبرهم من الأصوات الرنانة وبالتالي الإت تتحول لإث زي الكلمات ديت إثيال 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 يعني المرآة إث أوه صهني إث أوه صهني إث أوه صهني يعني الصقف الصقف ولو اليوطا والأو إبسلون الحرف اللي جه بعدهم حرف ساكن الإث مش هتتحول لإث هتفضل زي ما هي زي الكلمات ديت إتقورو 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 يعني الملكة إتقرس 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 يعني قوس قزح وزي ما قلنا المرة اللي فاتت إن الأدوات العامة بنسميها أدوات قوية والأدوات الخاصة بنسميها أدوات ضعيفة والأدوات العامة بنسميها أدوات قوية لأنها بتقدر تعرف أي اسم مهما كان من غير ما تفكر الإسم ده بيبدأ بحرف إيه من الحروف والأدوات الخاصة بنسميها أدوات ضعيفة لأنها بتتأثر بالحرف اللي بيبدأ بيه الإسم وبالتالي دايما هي بتشوف هل الإسم بيبدأ بصوت من الأصوات الرنانة ولا مش بيبدأ بيه وعلى أساس هو بنحط الأداء الخاصة لذلك فالأدوات الخاصة هي أدوات ضعيفة دلوقت هيظهر قدامك مجموعة كلمات معرفة بأداء تعريف عامة عايزك تفكر بسرعة إيه معنى الكلمة وإزاي أحول الأداء العامة لأداء خاصة تيموف معناها الأم طب ولما تبقى معرفة بأداء خاصة هتبقى إثمار ومعناها بردو الأم تينيب السيدة بعدها خاصة هتبقى إثنيب إثنيب تي ساركس تي ساركس الجسد بعدها خاصة هتبقى إتساركس إتساركس تي شوري تي شوري المجمرة أو الشورية بأداء خاصة هتبقى إتشوري تي ألو تي ألو تي ألو يعني الفتاة بأداء خاصة هتبقى إتألو إتألو تي سهيمي تي سهيمي تي سهيمي يعني المرأة أو الزوجة بأداء خاصة هتبقى إتسهيمي إتسهيمي تي ري تي ري تي ري يعني الحجرة بأداء خاصة هتبقى إثري إثري مارون فلي فلننقريو يلا نترجم مع بعض إتفي نام بكاهي إتفي نام بكاهي يبقى تمام السماء والأرض إفيوت نام بشيري إفيوت نام بشيري ألقاب والأبن إفرومي نام إتسهيمي إفرومي نام إتسهيمي الرجل والمرأة إتفي نام بكاهي السماء والأرض إفيوت نام بشيري ألقاب والأبن إفرومي نام إتسهيمي الرجل والمرأة ودلوقتي هنحفظ مع بعض شوية أفعل جديدة شوليم 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 يعني شم شوليم شم هوس 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 يعني صبحة هوس صبحة أريه 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 يعني حفظة أريه يعني حفظة أقشت 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 يعني سجدة أقشت سجدة ساجي 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 يعني تكلمة تشي إزفو تشي إزفو تشي إزفو يعني درسة أو تعلمة تشي إزفو درسة أو تعلمة شوليم شم هوس سبحة أريه حفظة أقشت أقشت سجدة ساجي تكلمة تشي إزفو درسة أو تعلم تشي إزفو تينونا من راتتنا جو كيفو لنمنئريو بسيو إتشو بن هويت خنسوا بتفسيني المرات اللي فاتت أنتشي إزفو نمنئريو درسنا مع بعض بسيو إتشو بن هويت زمن الحاضر الأول ودرسنا إن الفاعل دايما بيجي في الأول أوه من إن صابير في إري وبعد الفاعل إفنا إي إن جي بيراء هيجي الفاعل وقلنا إن بير في إري ممكن يكون أوسا جي أو أقنها آفل يعني اسم ظاهر وممكن يكون أوما في يعني ضمير وفي المحاضرة التانية من سلسلة محاضراتنا درسنا مع بعض الدمرين تي وتين اللي معناهم أنا ونحن وفي المحاضرة التالتة درسنا مع بعض دمائر الغائب اللي هي إف هو وإس هي وسي نحن وطبقنا عليهم أمثلة كتير وكان في ملاحظتين مهمين درسناهم المحاضرة اللي فاتت قلنا إن آق الجملة بتتكون من بير في إري من بيراء يعني من الفاعل والفعل والفاعل ممكن يكون اسم ظاهر وممكن يكون ضمير وممكن كمان يكون اللي اتنين مع بعض فالجملة هتبقى من كونا في الحالة دي يتمن اسم ظاهر زائد ضمير زائد الفعل والحالة دي قلنا إنها مش هتحصل فقط غير مع دمائر الغارب ولو عايز تراجع لحتة ديت كويس وتفهمها كويس هترجع للمحاضرة اللي فاتت وكمان قلنا ملاحظة تانية إن في حاجة اسمها علامة اسم الفاعل لأن الفاعل المفروض إنه ييجي اسم ظاهر أو ضمير أو الاتنين مع بعض بس الكلام ده يكون في أول الجملة وييجي بعدهم الفاعل فالمكان الأساسي للفاعل هو في بداية الجملة لكن الفاعل لو كان اسم ظاهر وتأخر وجه في آخر الجملة لازم يسبقوا علامة اسم الفاعل اللي هي إن جي اللي معناها أي أو أقصد أو أعني ويكون الضمير اللي هيجي في بداية الجملة يعبر عن الفاعل لما يكون اسم ظاهر متأخر هيكون الضمير ده من ضمن ضمائر الغايب اللي هتقول لنا أن الفاعل اللي فعل الفاعل هو الضمير هو أو هي أو هم أو هن النهاردة بقى بنعمة ربنا هندرس مع بعض ضمائر المخاطب أو المخاطبين وهم مثل الضمائر أنت وأنت وأنتم أو أنتم فلو حبيت أعبر عن الضمير أنت هقول إك وإك جاي بعده شرطة يعني هيكون متصل بالفعل اللي هيجي بعده إكشوليم 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 تشم يعني أنت تشم بس هنترجمها تشم تاي تاي يعني أنت تاي تشي إزفو تاي تشي إزفو تاي تشي إزفو يعني تدرسين أنت تدرسين تتين تتين يعني أنتم أو أنتن تتين هوس تتين هوس يعني تسبحون لكن في ملاحظة خلي بالك منها في زمن الحاضر الأول للتعبير عن الضمير أنت ممكن نستخدم إك بتكتب بحرف الكي بدلا من إك اللي بتتكتب بحرف القبة أمام الأفعال التي بتبدأ بالأصوات الرنانة في المنور يعني لو الضمير إك اللي هو بمعنى أنت دخل على فعل عشان يتصل بي لو الفعل ده بيبدأ بحرف من حروف المنور فالإك هتتحول لإك في الكتابة بدل ما أكتب إك بالقبة هكتبها بحرف الكي يلا نترجم مع بعض يعني تشم يعني تمام لا تحفظون يعني أنتم لا تحفظون لا تحفظون تطلبين لا تصلين لاحظ أن في زمن الحاضر الأول عندنا درجتين للنفي إيه هما؟ أول حاجة نفي عادي وتاني حاجة نفي مؤكد طب إيه الفرق بين الاتنين؟ النفي العادي ده بيكون باستخدام بعد الفعل وده إلا درسنا مع بعض في المحاضرة الثانية زي لما أقول مينة إشليل مينة إشليل يبقى مينة يصلي طيب مينة إشليل آن يبقى مينة لا يصلي ولاحظ أن آن جات بعد الفعل إشليل وممكن أقول مينة إفشليل آن برضو معناها مينة لا يصلي أو أختصرها إفشليل آن لا يصلي أو أقول إفشليل آن إن جي مينة برضو مينة لا يصلي التاني درجة عندي في النفي هي النفي المؤكد والنفي المؤكد ده بيكون باستخدام حاجتين مع بعض إن وآن لاحظ إن إن هتيجي دايما قبل الفاعل وبعدها شرطة يعني دايما هتكون متصلة بالفاعل اللي هي هتيجي قبله بس النفي المؤكد مش بيكون باستخدام إن بس لكن باستخدام إن وآن وآن إحنا عارفين إن هي بتيجي بعد الفعل يبقى لو أنا هنفي نفي عادي هحط آن بعد الفعل لو هنفي نفي مؤكد هحط إن متصلة بالفاعل اللي هيجي في الأول وحط آن بعد الفعل زي الجمل دا سوتي صاجي سوتي صاجي يعني سوتي تتكلم طب هنفيها نفي عادي يبقى سوتي صاجي سوتي لا تتكلم طب هنفيها نفي مؤكد يبقى حط إن قبل الفاعل وتكون متصلة معاه يبقى إن سوتي صاجي إن سوتي صاجي يبقى أنا بأكد إن سوتي لا تتكلم مطلقا بس لما هترجمها هقول برضو سوتي لا تتكلم بالعربي هترجم سوتي صاجي سوتي لا تتكلم وإن سوتي صاجي سوتي لا تتكلم بس هبقى عارف إن إن سوتي صاجي أقصد بيها نفي مؤكد وممكن أقول إس صاجي يعني لا تتكلم هي يعني أقصد سوتي تمام وممكن أن فيها نفي مؤكد وأقول إن إس صاجي يعني لا تتكلم مطلقا إن سوتي إس صاجي يعني سوتي لا تتكلم نفي مؤكد وممكن كمان الفاعل يجي كإزم ظاهر متأخر في الحالة دي برضو هقول ولاحظ ان النفي المؤكد لابد من الاثنين مع بعض ودايما ان بتيجي في بداية الجملة قبل الفاعل ودايما ان بتيجي في نهاية الجملة بعد الفاعل بس في ملاحظة مهمة ان الأداء ان اللي بستخدمها في النفي المؤكد دايما بتتحول من إن لإم قبل الحروف الشفاهية يعني احنا اتفعنا ان إن دايما هتكون قبل الفاعل فلو الفاعل بيبدأ بحرف من الحروف الشفاهية لإن هتتحول لإم الحروف الشفاهية بقى في اللغة الإبطية هي خمس حروف وعشان نساهل حفظهم بنقولهم ده بس تجميع كده عشان نحفظهم بسهولة يعني مينة لا يطلب طب لو حبيت أأكد إن مينة مش بيطلب خالص يبقى هقول مش هقول إن مينة بقى هقول إن مينة الإن هتتحول لإم لإن المي من ضمن يبقى إن مينة صاجئان مينة لا يطلب مطلق فيرت إن كوت آن فيرت إن كوت آن يعني فيرت لا تنام طب لو هأكدها هقول تمام هقول إن فيرت إن كوت آن لإن الفيتا من ضمن الحروف الشفاهية دلوقتي هيظهر قدامك مجموعة صور وعايزك تقول الصور ديت بتعبر عن إيه دي صورة مين أكيد طبعا دي صورة الأن ببرقم الحاكتين دولة بيعبروا عن كلمة واحدة الكلمة دية هي تمام ولما واحد بيكون عنده برد جديد نقول إنه هو عنده إيه عنده انفلونزا تمام ولما حد بدي له دية بقول عنه إنه هو انبسط جدا من الهدية اللي أنا ديتها عايزك تلاحظ حاجة إن كل الكلمات اللي أنا كتبتها ديت أنت ما نطقتهاش زي ما هي مكتوبة أنت لما نطقت الأنبة برقام أنت ما نطقتهاش كده أنت قلت الأنبة برقام وما قلتش أنبوبة أنت قلت أنبوبة وما قلتش إن فيلونزا أنت قلت إن فيلونزا وما قلتش إنبسط أنت قلت إنبسط إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن إحنا بنفكر بالإبطة فدايما الإن بتتحول لإم مع الحروف الشفاهية فمثلا كلمة الأنبة النون جات قبل البي فعشان الني جات قبل البي فبالتالي اتحولت من الأنبة إبرقام للأنبة إبرقام وأنبوبة اتحولت من أنبوبة لأنبوبة وإنفلونزة بنقولها إنفلونزة الفاهمة ضمن الحروف الشفاهية وإنبسط بنقولها إنبسط إن بس 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 حرف اللي بسي إنبسط إنبسط وبالتالي الكلمات دي تسهل لي وتفهمني كويس ليه اللي إن بتتحول لإن دلوقتي هنحفظ مع بعض بعد التعبيرات نستخدمها في الحياة اليومية مارون مارون يعني هيا أو يلا كل شوية أقول لك كل شوية بقى أقول لك مارون قوش نمننقريه يعني يلا قوش يلا نقرأ مع بعض طب دلوقتي هيزهر قدامك صور بتعبر عن أفعال حاول تحط قدام كل فعل مارون والترجم الجملة أول حاجة هتكون مارون نسخاي مارون نسخاي يعني يلا نكتب مارون قوش مارون قوش يعني يلا نقرأ مارون ساجي يعني هيا نتكلم يلا نتكلم مارون شليل مارون شليل هيا نصلي مارون جرجير مارون جرجير هيا نلعب مارون قوش مارون قوش حي ينعكل مارون نسخاي مارون قوش مارون ساجي مارون شليل مارون جرجير مارون قوش خان تيبوس اجين بقوش خان تيبوس اجين بقوش في القداس بناعف كله نصلي ونقول ني شيرو بيم سيق اشته أموك نحاول بقى نترجم اللي احنا ده من خلال اللي احنا درسناه ني شيروبيم هنا جمع ني شيروبيم يعني كاروب أو شروب ني شيروبيم الشاروبيم سي قوشت يعني يزجدون يبقى ني شيروبيم سي قوشت الشاروبيم يزجدون وهنا الفاعل عبارة عن اسم ظاهر ني شروبين وعن الضمير اللي بيعود عليه اللي هو سي هم ني شروبين سي او اشت امك يعني الشروبين يسجدون لك نيم ني سيرافيم نيم يعني و ني سيرافيم السارفين سي تي او او ناك يعني يمجدونك سي هم وتي يعني يعطي و او او يعني مجد فتي او او فيعني معناه يعطي مجد او يمجد يبقى سي تي او او يمجدونك يبقى ني شروبين سي او اشت امك نيمني سيرافيم سي تي او او ناك الشروبين يسجدون لك والسيرافيم يمجدونك دلوقتي هيظهر قداما جملتين من فضلك وقف الفيديو وحاول تترجمهم وبعد كده ارجع شوف اجابتك صحة ولا لا اول جملة هيكون ترجمات هكده تتنساجي نمفتنوتي خن بصالمص تتكلمون مع الله بالمزامير وتاني جملة هيكون ترجمات هكده تقوش خن نجوم خنتي انزيب تقرأينا في الكتب في المدرسة والاستفهام في اللغة الابطية ما عندناش ليه اداة هو بيفهم من طريقة القاء الجملة هل هي بطريقة استفهمية ولا لا فلو انا مثلا قلت اك ار نؤو اك ار نؤو اك ار نؤو معناها ماذا تفعل اك انت واير يعني يفعل او يصنع وان او يعني ماذا فيبقى اك ار نؤو ماذا تفعل طيب يبقى معناها ماذا تقرأين تتنقو من او يعني ماذا تأكلون طيب لو قلت يبقى معناها ماذا تكتب قبل لو قلت تنسو ان او تنسو ان او تنسو ان او يبقى معناها ماذا نشرب احنا بنشرب ايه اكير ان او ماذا تفعل تقوش ان او ماذا تقرأين تتنقو من او ماذا تأكلون اس خين او ماذا تكتب تنسو ان او ماذا نشرب وممكن كان مان لما حب اسأل عن حاجة ابدأها بأداة استفهام اسمها مي مي يعني هل فلو انا مسلا قلت مي تتنسي ان شرب مي يعني هل وتتنسي تستيقزون ان شرب يعني مبكرا فلو انا سألتكم وقلتلكم مي تتنسي ان شرب هل تستيقزون مبكرا طب لو سألت وقلت هل تصلين في المنزل؟ حاولت تترجم الجملة اللي جاية ده أخ بيكلم أخته وبيقول لها القملة دي هيكون معناها يعني أنت لا تسمعين مطلقا لكن تتكلمين دائما حاول برضو الترجم القملة دي هيكون درجمتها لكن ينام دائما في الصالة بشوي إن كتب شوي ينام بشوي إن كتقان بشوي لا ينام إن بشوي إن كتقان يعني بشوي لا ينام بإن كسين كده مطلقا للتأكيد والإم هي في الأصل إن لكن لما دخلت على حرف بي لأنه من الحروف الشفاهية إتحولت لإم خين تري في الحجرة الله يعني لكن إفن كتب يعني هو ينام اللي هنترجمها ينام إم ميني يعني دائما خين بماء إن همسي ما يعني مكان وهمسي يعني يجلس فلما أقول ماء إن همسي مكان الجلوس أو الموضع بتاع الجلوس اللي هي الصالة يبقى بماء إن همسي يعني الصالة يبقى لما أقول إن بشوي إن كتقان خين تري اللا إفن كتب ميني خين بماء إن همسي يبقى معناها بشوي لا ينام مطلقا في الحجرة لكن ينام دائما في الصالة أوه خينة خاقي تيمين تاجوس نوتين وفن أياحب أقول لكم كونوا معافين في الرب ترجمة نانسي قنقر